تمكن تلة من شباب مدينة القنيطرة من اختراع جهاز أوتوماتيك للتعقيم على شكل بوابة كبيرة وقد أشرف السيد عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي على تدشين هذا الجهاز الذي تم وضعه في مدخل العمالة من أجل تعقيم موظفي العمالة إضافة إلى الوافدين لقضاء مصالحهم وقد تم ذلك بحضور عدة هيئات من المجتمع المدني ورجال الصحافة وللإشارة فقط فإن هذه البادر الحيوية سيتم تعممها في كل مناطق المدينة من مؤسسات وإدارات ومرافق عمومية على رأسها المستشفى الإقليمي الإدريسي وذلك من أجل سلامة الطاقم الطبي والعاملين بها وفي إطار محاربة هذا الوباء الخطير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر